طيب هنروح لحلقتنا احنا هنتكلم عن بعض الاخبار اللي حصل جوال نادي الاهلي اللي بتيدي بكرة اليد بكرة عندنا مباراة مهمة جدا في كرة اليد رجال مع طلاق الجيش انتو عارفين طبعا احنا دلوقتي في الدور الترتيبي الدور ده الترتيبي بنلعب راح جاي او بنلعب مباريات مفيش راح جاي طبعا لان يعني فيه مباريات بتتلعب على اصلاة محايدة وبنلعب بدين ترتب مجموعتين تلاتة الاول هنا والتلاتة الاول هنا يطلعوا الدول اللي بعد كده الستة دول نادي الاهلي لعب 11 مطش كسب عشرة وخسر مباراة وحيدة امام نادي الزمالي عندنا مباراة في الجولة التراتاشر بكرة مع مين؟ مع نادي طلاق الجيش المباراة مهمة جدا والفرقة جاملة ومستعدة بشكل كبير ويعني احنا دايما على اتصال بالكابتن طاري المحروس كمدير فني للفريق والجهاز الفني كابتن اقشف عواض عشان نعرف اخبار الفرقة يمطمنين على الفرقة والفرقة مستعدة كويس وده يعتبر اول مباراة قوية بجد بعد مباراة الزمالك ان شاء الله يبقى المباراة يعني تبقى تعدي على خير نادي الاهلي فوز محتاجين الفوز عشان استعادة السقة تانية واللعب الدولية رجعت بعد ذلك مع عبه ومطشين بتوع مكدونيا لعبه ومطشين مع مكدونيا فوزنا عليهم واللعب الدوليين رجعت انضموا للفريق بالفعل والدور ده طبعا قرب يخلصوا فريقتنا بالنسبة كبيرة ضمنة السعود الدولي التاني من الدولي ودائما بنأكد لحضراتكم ان الدولي السنائي طويل جدا جدا ولسه بدري على مين هياخد البطولة لا لسه بدري